خلونا نسمع وجهة نظر مختلفة من الدكتور عصام خليل الرئيس حزب المصير الأحرار دكتور مساء الخير يعني أكيد سمعت استمعت إلى مقالة هو المهندس نجيب ساويرس هل بالفعل أنتم اختصبتم الحزب وقال إنه آسف على إنه اختارك لرئاسة هذا الحزب مساء نور يا أستاذ ألميس الحقيقة أنا شوفت بالتفصيل مع حضرتك دلوقتي ببس أنا حطيته النقط يعني نور خلينا ابتدي مع حضرتك يعني أن أنا أولا أنا بشكرك على لغة الاستعلاء اللي تتكلم بيها معنا وأنا هنا من حضرتك من خلال منبر حضرتك أنا بخاطب النائز أنا هي اللي بتقدر اتميز لأنه براهن على النائز وعلى الشعب في الواحد أنا بشكره على لغة الاستعلاء اللي كانت نتكلم بيها علينا الجزء الثاني أنا برضو بشكره أنه في أحد التصريحات قال وصفني أنه كفرني ووصفني بيهوذة طبعا برضو أنا بشكره على هذا لكن زي أولا حضرتك هو كلام كنت يعني أتمنى يعني أنه حضرتك لما يقول العبارات يقول الكلام صح زي ما بيحصل بيهوذة أولا في جزء من كلامه أكد اللي احنا بنقوله في الجزء بتاع أنه ليس مجلس اللوناء ده هذا الرقصية والإرشاد من بوقه قال أن مجلس الأمنة بيدي توصيات وإرشاد الحقيقة يعني دي اللي تقابت والدريب فيه برضو من كلامه بيقوله إحنا ما نزدخلشي ويتأسف إنه هو خل رشحني وكان يعني معبد وهو اللي حطيني رئيسا للحزب إذا هناك فيه تدخل ده من كلامه هو في الحالة أزعجني جدا كمان أنه ممارسة دور الإرشاد حتى على لجنة شؤون الأحزاب رجع حضرتك دلوقتي بيقول إيه أنصح لجنة شؤون الأحزاب أن تأخذ الموقف السريق لجنة شؤون الأحزاب قامت من أفخم محكمة محكمة المقدم المستشارين هي لها الورق اللي موجود الكلام موجود كلام مرسل بيقول لنا أنا بجيب ثلاثمائة أربعمائة أصحابي هاتج ده المجال ده مفروض نروح بالقضاء ونشوف بالقضاء الكلام ده صحيح ولا غير صحيح الجزء الأخير بيقول إن إحنا إن حركنا عن المصار الليبرالي والمصار الديمقراطي والأهداف أهدافنا كما هي وأقول لحضرتك بالضبط أنا عشان وقت حدرتك والسيدة المشاهدين هقول نقطة بس كده سريعة قال بعض القوانين أولا قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية حضرتك إحنا الحزب الوحيد اللي عمل مؤتمر صحفي مؤيدا لقانون الخدمة المدنية وإن هذا متميزا الرقب لحضرتك بيقوله 60% من النواب صوتوا وضدوا في التسويق الأولاني أنا أرجو بس وجاب الباتة جي مني الحقيقة يعني في بعض منهم بعدها على طول إحنا قعدنا معاهم لما حصل عليه المرحلة التانية من التسويق قبلها واسمعناهم لأن الهيئة البرنامية عندنا فيها قامات عظيمة جدا عمرنا ببنحركهم بالريموت كنترول لكن بنتفهم معاهم بنعرف وجهة نظرهم والأغلابية هات اللي بتاعهم بدليل أنه في التسويت المرحلة التانية 100% منهم صوتوا على قانون الخدمة المدنية قانون إصدراء الأديان هذا القانون إحنا عندنا الحقيقة لأستاذ إيهاب الطمون دكتور إيهاب الطمون في النكتب هو عضو مستبسياتي ناقشنا معاه في هذا الوضوع هو حتى ما تطرحش للتسويق فقال إن المشكلة إنه الطلب اللي تقدم بمشروع القانون كان خطأ في استخدام مادة جي سورية مختلفة ولهذا يرفض لجي سورياتهم وليس لإحداثهم بس الحزب يمكن هنا دكتور عصام يقصد إن الحزب موقفش لمجموعة قانون الخدمة المدنية نقطة لكن الباقي إن الحزب لم يقف حضرتك أكامل طيب نقطة نقطة وعلى عجالة الجزء الثاني قانون بناء الكنائس قانون بناء الكنائس إحنا تقدمنا بمشروعنا أول حزب تقدم بقانون بناء الكنائس كان بمية سبعة وثلاثين نائب إحنا كنا محتاجين ستين يوم حزب ترحيها النواب الآخرين مضوا معنا ولو حضرتك بالمصداقية شوف القانون اللي طلع والقانون بتاعنا إحنا هتلاقيه متطابق كماما إلا في حد جزئيتين احنا تلاقشنا مع الحكومة فيهم وكان لهم رد مطيق هقول مثال واحد ده احنا كنا طلبين إن أي مبنى بتقوم فيه الشعائر الدينية يتم ترخيصه فورا كان الرد من الحقيقة من الحكومة قاله إن في بعض من هذه المباني مبنية على مخالفة فلا أستطيع أن أقنق خانون بقانون فلابد من هنا جات فكرة وضع مجلس أو هيئة تلاقصها سيد رئيس الوزراء بتناقش حالة بحالة ويأخذوا عليهم الجزء التاني كان إن التعدي إحنا كنا نتعدي على أي مكان للصلاة يجرم قالوا في السابق ما كانش هذا بيتم لأنه ما كانش وفيه ترخيص لكن هناك فعلا في قانون العقوبات في جزء خلاص كده بنام فيه ترخيص هيدخل تحت قانون العقوبات لو حضرت الجبتي الاثنين هتلوم الاثنين فلا داعنا نقول كلام مرسل أنا بوضح لأستاذة المشاهدين وموضح لحضرتك إنه ده كلام مرسل نروح القضاء أنا سعيد جدا نحن هروح القضاء لأنه هي دي الديموكرافية أنا كده بتهيألي غطيق معظم النقص هل ما كانش فيه طريقة تانية يا دكتور عصام لي يعني مهندس نجيب هو مؤسس هذا الحزب وحضرتك يعني أنتوا كنتوا مع بعض فترة طويلة أو مشوار طويل هل ما كانش فيه طريقة تانية لبدل هذا الصدام اللي الحقيقة يعني كلنا منزعجين منه لأن الحزب المصري الأحرار ده حزب مهم حزب لبرالي حزب يعني عليه أمال كبيرة جدا هل ما كانش فيه طريقة تانية لتصفية الخلافات حتى لو كان فيه خلافات في الرؤى بحيث أنه مؤسس الحزب يفضلوا موجودين وحضرتك رئيس الحزب ما كانش فيه طريقة تانية وأنا حضرتك أشرح لحضرتك لأنه الليحة الأجيمة وحضرتك لناس مجلس الأمناء وفصوله لا ينطبق أبداً مع حزب البرالي مجلس الأمناء بيختاروا بعض منذ التأثير غير قابلين للعجل غير قابلين غير منتخبين تماماً وبعكس الليل والأستاذ رجل سليمانا النهاردة لهم لم ينتخبوا تطلاقاً هل هناك كيان سياسي اللي موجودين فيه لا ينتخب هو مع هذا في الفترة الصدقة لأنه يكون فعلاً أن هناك تدخل كان كله كلام عادي تدأت التدخلات منذ هم أصبح لنا أعضاء هيئة برلمانية دخل البرلمان وأنا بذلت سنة الموضوع ده مش وليل النهاردة مناقشات وحبوحباً وطبق نع لأنه لا يمكن النواب هيقبله ولا نقبل عليهم مثلاً دون نواب شعب أنه يتوجد له لازم يكون فيه ثواتق وجمعهم مداخلين على هذه النبادة الليبرالية والديمقراطية والدولة المدنية ومن يخبرين بنقعد ونتكلم معاه فالموضوع ده مش وليل لحظة أنا سنة وانا تابت لا حد من النهار حس بحاجة ولا حد من أعضاء الحزب حبيت أن أقول لهم حاجة أزعجتك أزعجتك كلمة يهوزة لا أزعجتني شخصياً لكن معظم الناس اللي حوالي يعني يهوزة الذي خان السيد المسيح يعني بالضبط أنا كنت أتمنى أن المهانس نجيد يختار مثل فيه خيانة سياسية عنده ولي عكماً لكن يهوزة ده تكثير ولأول مرة في التاريخ المسيحي مسيحي وكفر مسيح لم تحدث يعني في عز الأزمة ما بين إبراهيم باشا فرج ومكرم باشا عبيد الانين كانوا يعني سمت بقولوا كده مقطعين بعض لم يحدث اطلاقاً يعني بهذا وعجب تحريف للقاتل زي فرج فودة مش قوي كده يعني مش للدرجات يعني كن لا أنا بقول لحد الموضوع ما أزعجنيش أنا أنا رديت رد طبيعي جداً قلتهم بقولوا ربنا يا سامحك أنا ما أخلطش في حاجة لكن أنا الناس اللي جابتني والمؤتمر العام اللي جابني من أكتر من سنة بالانتخاب بنسبة 85% الحقيقة أنا مسؤول برضو يعني أنا حتى بأحاسف في كل كلمة بقولها لأنا بأتكلمش عن نفسي وأنا لو أخلطت أحاسف لا يوجد أحد فوق القزي أنا أخلطت أتحاسف بشكرك دكتور عسام خليل رئيس حزب المصير الأحرار إذن المسار القانوني هو المسار الذي سيسلكه الطرفان سواء مجلس الأمناء أو الحزب الجماعية العامة للحزب برئاسة دكتور عسام خليل والخلاف مش بس بين مهندس نجيب وعسام خليل ولكن الدكتور عسام خليل ولكن أيضا خلاف مع النائب على أعابد رئيس الهيئة البرلمانية اللي برضو كان هاجم نجيب سويرس في بيان مطول والمهندس نجيب سويرس رد عليه وقال إن هو كيف يرقى أن يكون رئيساً للجنة هو الإنسان وعليه اتهمات كما ذكر مهندس نجيب ترجمة نانسي قنقر